يتواصل الترحيب بمخرجات جينيف ودعم المجلس الرئاسي الجديد بقيادة لمنيفي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة تبيبة من أغلب الأطراف السياسية والجهات المسؤولة في ليبيا الأمر الذي قد يساهم في استقرار البلاد بعد حالة التشضي التي مرت بها وفي أول تعليق له حول مخرجات جينيف رحب مجلس النواب طرابلس بهذه الخطوة وطالب رئيس المجلس حمودة سيالة في بيان له السبت أعضاء المجلس من جميع أنحاء البلاد بالالتحاق بمقر المجلس في طرابلس وذلك لمنح الحكومة المزمع تشكيلها الثقة ومراقبة عملها طوينا صفحة من الماضي ويجب على الأطراف كلها أن تجتمع في طرابلس هنا ومن ضمن هؤلاء طبعا أعضاء مجلس النواب للتصديق على هذه المخرجات وإنجاز بشكل مباشر لأسادة النواب أعضاء مجلس النواب لإنجاز الاستحقاقات اللازمة لمنح هذه الحكومة الثقة ومن جهتها باركة المفوضية العليا للانتخابات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة الممهدة لإجراء انتخابات أواخر هذا العام مؤكدة استعدادها وجهزيتها للإيفاء بمهامها التي أوكلها إليها الإعلان الدستوري وتنفيذ انتخابات ترقى لتوقعات الليبيين وآمالهم التفاهمات والتقارب في وجهات النظر فيما يبدو لم تقتصر على المؤسسات المدنية فحسب حيث رحبت اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بنتائج ملتقى الحوار السياسي تزامنا مع انتهاء اجتماعات الجولة السابعة من مباحثاتها التي جرت في سيرت معلنة تقدما في مسارها والبدء الفعلية في نزع الألغام ومخلفات الحرب خلال أسبوعين تمهيدا لفتح الطريق الساحلي وإحراز المزيد من الإنجاز في ملف الأسرة بالإضافة إلى ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب الناطق باسم ميليشيات حفتر أحمد المسماري أعرب عن ترحيب قيادته بمؤتمر جينيف وأشاد بالجهود التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنامة ستيفاني وليامز آملا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة تقديم الخدمات للمواطنين وتهيئة البلاد للذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل قيادة العامة تتقدم بالتهنية للشخصيات الوطنية لتتم انتخابها لشغل مغام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ورئيس الحكومة الوطنية السيد عبد الحميد دبيبة إجماع على مباركة مخرجات جينيف وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من عدة جهات فاعلة في البلاد كانت يوما تتبادل الانتهامات بشأن تقويض العملية السياسية والمسار السلمي تطور يرفع سقف الآمال عند الليبيين وكل المهتمين بالأوضاع في البلاد فالطريق نحو الانتخابات وتخطي المراحل الانتقالية بات أكثر وضوحاً وكل المطلوب الآن هو صدق النواية وترجمة جميع التصريحات المرحبة بالعمل على تمهيد الطريق أمام السلطات الجديدة ترجمة نانسي قنقر